اشتركوا في القناة أسعد الله أوقاتكم بكل خير تلعني ذي الأعزاء براعم اليوم ولماء المستقبل مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات وعموان درسنا لهذا اليوم قدر ناتج الطرح عددين برقمين فكيف نستطيع أن نطرح عددين برقمين تقريباً لنتابع سوياً طابت أوقاتكم زملاء الأعزاء لقد تعرفنا وتعلمنا في درس سابق طرح العشرات أما اليوم سنتعلم كيف نقوم بطرح عددين برقمين فهل أنتم مستعدون؟ أحضروا الورقة والقلم وتابعوا المعلمة لنتذكر سوياً الطرح عملية الطرح هي واحدة من العمليات الحسابية الأربعة وهي عكس عملية الجامة ويرمز لها بإشارة ناقص وهناك طريقتان للطرح إما عمودي وإما أفقي وإن كان لدينا أكثر من رقام فإنني أقوم بكتابة أرقام العملية منظمة حسب المنازل الآحات تحت الآحات والعشرات تحت الآشرات حتى أحصل على ناتج صحيح لنشاهد المثال الأول عدد الأغنام في قطيع واحد وأربعون من بينها تسعة وعشرون خروفاً والباقي إناث تسمى الأنثى غنمة ما تقريباً عدد الغنمات أقوم بتقريب العدد واحد وأربعون إلى أقرب عشرة واحد وأربعون ممتاز أربعون أقوم الآن بتقريب تسعة وعشرون إلى أقرب عشرة ممتاز ثلاثون أربعون ناقص ثلاثون أحسنتم عشرة إذن عشرة هو تقريباً عدد الغنمات في القطيع لنحل مثال آخر لدينا العدد سبعة وثلاثون ناقص خمسة وعشرون سبعة وثلاثون بالتقريب إلى أقرب عشرة أحسنتم هي أربعون خمسة وعشرون بالتقريب إلى أقرب عشرة أحسنتم ثلاثون إذن أربعون ناقص ثلاثون هي تقريباً عشرة ممتاز لنشاهد مثال آخر سبعة وثمانون ناقص خمسة وثلاثون سبعة وثمانون بالتقريب إلى أقرب عشرة هي تسعون أحسنتم خمسة وثلاثون بالتقريب إلى أقرب عشرة هي أربعون أحسنتم إذن تسعون ناقص أربعون أحسنتم خمسون إذن سبعة وثمانون ناقص خمسة وثلاثون هي تقريباً خمسون سنقوم الآن بحل التدريبات أوجد أقرب عشرة قدر ناتج الطرح ثلاثة وأربعون ناقص إثنان وعشرون ثلاثة وأربعون أقرب إلى أحسنتم أربعون إثنان وعشرون أقرب إلى عشرون إذن أربعون ناقص عشرون أحسنتم عشرون وبالتالي ثلاثة وأربعون ناقص إثنان وعشرون تقريباً هي عشرون بارك الله فيكم ها قد وصلنا لختام درسنا لهذا اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم ألقاكم في درس جديد وتدريبات جديدة وحتى ذلك الحين أترككم بحفظ الله ورعايته وإلى اللقاء